سأبدأ أول مواضيع الفنية مع الاستفتاءات التي أصبحت تهتم بها بعض الجهات والتي باتت ظاهرة ملحوظة خصوصا في الوسط الفني الذي يكثر فيه الجدل ورغم أن البعض ينظر إلى هذه الاستفتاءات ويجزم بأنها حكم نهائي إلا أننا هنا في سكاينيوز عربية وباستعراضنا لنتائج استفتاءات أهم نجوم عام 2013 نجد أن هناك تفاوتا ملحوظا ما بين نجاحات النجوم التي حازت على نسبة تصويت عادية كما لمسنا عدم وجود نجم واحد يعنوين العام المنصر باستثناء إليسا في استفتاء شركة روتانا حصل كل من الفنانين ماجد المهندس وإليسا على لقبي أبرزي مطربين ومطربة لعام 2013 بينما كان لقب أفضل مطرب ومطربة عربيين من نصيب كل من نجوة كرم وعمر الدياب بحسب استفتاء مجلة زهرة الخليج أما إليسا فنالت لقب أفضل مطربة جماهيرية إلى جانب الفنان اللبناني عاصي الحلاني الذي فاز باللقب الجماهيري أيضا بحسب ما أوردت زهرة الخليج أيضا وفي مجلة سيدتي وبعد تنافس 26 فنانا عربيا لنيل لقب نجم العرب أو نجم الغناء العربي لعام 2013 يظهر اسم محمد عساف الذي فاز بنسبة 43% من التصويت متفوقا بذلك على كاظم الساهر وهو أمر مستغرب خاصة أن عساف لا يملك بعد رصيدا يتعدى الأغنية بينما لدى كاظم الساهر أغنيات في الذاكرة القديمة والجديدة تتعدى المئة أغنية نجمة الغناء العربي لعام 2013 بحسب موقع سيدتي أيضا هي إليسا التي حضت بنسبة 26% من نسبة التصويت وبهذا تحظى حتى الآن بثلاث نتائج عربية وجماهيرية وأن اختلفت الألقاب في محرك جوجل تصدر المطربون والنجوم العرب قائمة الخمس الأوائل في قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث الأشهر عالميا لعام 2013 وجاءت اللبنانية نانسي عجرام تلاها المصري عمرو دياب وأيضا إليسا وهكذا يعلو اسم إليسا على نجم آخر في استفتاء جديد وفي فيسبوك حصل تامر حسني على لقب نجم الفيسبوك بعد أن قارب رصيده على 10 مليون معجب أما في تويتر الذي بات له تأثيرا كبيرا في تحديد نجومية الفنان فإن أحلام قد تخطت الثلاث ملايين شخص تقريبا في النهاية لم يتكرر معنا خلال هذا الحصاد السريع سوى اسم إليسا وذلك جاءت النتائج الأخرى بعيدة تماما عن بعضها البعض وحتى الآن يشكك النجوم في مصداقية جميع الاستفتاءات حتى اللحظة وهي رغم تصدر أسمائهم فيها المراكز الأولى على اعتبار أنها تفتقر للأسس العلمية وأنها كثيرا ما تتبع الأهواء الشخصية للقائمين عليها وخاصة عندما لا تكون هناك أي ضمانة أو وسيلة للتحقق من نتائجها شكرا